بعد استهداف القصف الروسي محطة الطاقة النووية في أوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها للتحرك مبيناة أنها تتابع عن كتب ما حدث في أوكرانيا ما نريد أن نشير إليه هو استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحرك والقيام بشيء حيال ما يجري وليس مجرد إرسال تغريدات أو قول أشياء من فيينا نحن مستعدون للتحرك